مجلس النواب مشيدة بتطور المنظومة التشريعية الحقوقية وما تحقق من تقدم متميز وتطور بارز في سجل الحقوقي في ظل المسيرة التنموية الشاملة ثم نقش المجلس مشروع قانون بشأن تطبيق أحكام الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقرر المجلس الموافقة عليه وإحالته إلى مجلس شورى فيما قرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون الجمهوري العربي المرافق للمرسوم رقم 106 لسنة 2021 وإحالته إلى مجلس شورى فيما أصر المجلس على قراره السابق بخصوص مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم جيم إلى المادة الثانية والثلاثين من قانون العمل في القطاع الأهلية صادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012 قرر المجلس إعادة مشروع القانون إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه تم اليوم مناقشة موضوع إجازة الوضع وكذلك إجازة الإجهاض ومعروف بأن قوانين العمل وتشريعات العمل والصحة في البحرين تكفل حماية المرأة وتمنح المرأة إجازة الوضع عند اكتمال الحد الأدنى من فترة الحمل فكانت نقاش كبير على حالات عدم ولادته حيا وهناك اتفاق توافق تام بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية حول هذا الموضوع لأن التشريعات كفيلة بمعالجة هذا الأمر كان هناك نقاش حول إجازة الإجهاض والمدد اللازمة لحماية المرأة من الناحية النفسية والاجتماعية والصحية كل الآراء تتجه نحو حماية المرأة وضمان مصالحها وضمان وضعها الصحي والنفسي والاجتماعي وكذلك حفاظها على فرص العمل المتاحة في سوق العمل بالنسبة اليوم حق السؤال الذي وجهناه حق وزير الشباب والرياضة كان بخصوص استملاك أرض لنادي قلالي وردنا على سعادة الوزير أنه فيه توجيه باستملاك أرض أو تخصيص أرض من جلالة الملك الله يحفظه تم تخصيص أرض استملاك أرض لهم اللي هي تطلع على شارع راية وإن شاء الله هي في طور الاستملاك يعني ونشكر بعد لجنة الوزارية اللي وجهت كل المعنيين لاستملاك هذه الأرض وتخصيص الإجراءات بأسرع وقت ما يمكن يكون حقها لقلالي تقينا بسعادة وزيرة الصحة بعد السؤال الذي وجهنا فيه السؤال واضح وصريح عن أطباء البحرينيين العاطين عن العمل وعن من تم توظيفهم في وزارة الصحة إجابة الوزيرة أنه ستتكفل بمتابعة الموضوع وبتوظيف من تم التعاقد معهم بشكل مؤقت وهذا شيء تشكر عليه الوزيرة